تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فشملت برعايتها الكريمة صباح اليوم افتتاح المؤتمر الدولي بعنوان المرأة في الحياة العامة من وضع السياسات إلى صناعة الأثر والذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة بتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمدة ثلاثة أيام وفي كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر أشارت سعادة الأستاذ هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إلى جهود مملكة البحرين الساعية نحو المستقبل بتبني منهجية صناعة الأثر في استراتيجيتها الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي تسعى لتحقيقها من خلال خطط مقاسة وفي إطار من التوأم والشراكة والتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والدولي وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة تبنى منهجية المتابعة والتقييم المستمر لما يطرأ على المجتمع من تطور في الوعي مع رصد عكاسات ذلك الوعي كأثر قابل للقياس في المبارسات المجتمعية وفي ارتفاع نسبة حضور المرأة ومشاركتها من جانبها قالت ماري كيفينيمي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في كلمة لها خلال المؤتمر أتينا إلى هنا حتى نتعرف عن كثب على التقدم الحاصل في تصميم سياسات المسواة بين الرجل والمرأة وتطبيقها والتقدم الحاصل في هذا المجال في البحرين وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكدت كيفينيمي ضرورة تسريع الانتقال من وضع السياسات إلى تطبيق ودراسة الأثر مشيدة بمشاركة المجلس الأعلى للمرأة الفاعلة والدائمة في كل الندوات وورش العمل التي عقدتها المنظمة خلال السنوات الماضية ونوهت بدستور مملكة البحرين لعام 2002 الذي منح المرأة البحرينية حقوقها السياسية وحق التصوير وفي كلمة له أكد المتحدث الرئيسي خلال المؤتمر سعدة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء أن الحكومة البحرينية تتبنى سياسات داعمة لتعزيز حضور المرأة في مختلف القطاعات وبما يدعم تكافؤ الفرص وإدماج الإحتياجات للمرأة في التنمية وقال إنه تم إدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة في الأعوام 2015 وحتى العام 2018 وذلك تفعيلا للنموذج الوطني في إدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية مشيرا إلى التنسيق الفاعل مع المجلس الأعلى للمرأة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة منوها بجائزة صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بن إبراهيم الخليفة لتمكين المرأة البحرينية التي ساهمت بشكل فاعل في ترسيخ مفهوم تمكين المرأة في المؤسسات الرسمية والخاصة وقد استقبلت صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بن إبراهيم الخليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيس المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله كبار المدعوين ورؤساء الجلسات والمتحدثين من الخارج في المؤتمر الدولي المرأة في الحياة العامة من وضع سياسات إلى صناعة الأثر الذي يقام في مملكة البحرين على مدى ثلاثة أيام هذا وقد أعربت قرينة عهل البلاد المفدة عن شكرها وتقديرها لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمي على ثقتها في البحرين ومثلا في المجلس الأعلى للمرأة لاستضافة هذا المؤتمر الهام على أرضها بهدف تبادل التجارب والخبرات في كل ما من شانه إدماج احتياجات المرأة وتمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة معتبرة أن سموها أن مثل هذه المؤتمرات الدولية من شانها أن تعزز موقع مملكة البحرين كرائدة في مجالات دعم وتمكين المرأة على مستوى المنطقة خاصة مع نتائجها المشارفة التي حضيت بها كأعلى نسبة فيما يتعلق بمشاركة المرأة مناصب إدارية عليا ووسطى في القطاع العام وفي تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2014 حيث بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع العام في مناصب إدارية عليا 45% وفاقة المتوسط لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الميناء والذي بلغ 29.1% كما بلغت نسبة مشاركة المرأة البحرينية في مناصب إدارية وسطى 59% من جانبهم أعرب كبار المدعوين ورؤساء الجلسات والمتحدثين من الخارج في هذا المؤتمر عن بلغ شكرهم وتقديرهم لصاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل خريفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على كافة ما تبدله البحرين من جهود في دعم وتمكين المرأة البحرينية معتبرين هذا المؤتمر الدولي إضافة قيمة لسجل البحرين في استضافة الفعاليات الدولية التي تساهم في وضع الخطط والسياسات الداعمة للمرأة ترجمة نانسي قنقر